من خلال تعريفنا لشركة التوصية البسيطة بأنها الشركة التي تتكون من فريقين من الشرقاء شريك أو أكثر موصي تكون مسؤوليته محدودة في حدود حسة رأس المال المقدمة منه فقط وشريك أكثر متضامن وهذا يسأل عن ديون الشركة والتزاماتها ليس في حسة رأس المال المقدمة منه وإنما في أمواله الخاصة نستطيع أن نستنبط خصائص شركة التوصية البسيطة فأول خاصية من هذه الخصائص أن شركة التوصية البسيطة تتكون من فريقين من الشرقاء فريق من الشرقاء شريك أو أكثر متضامن يسأل عن ديون الشركة والتزاماتها في أمواله الخاصة ويستطيع دائن الشركة أن يطالبه بكل ما على الشركة من ديون أما الفريق الثاني فهو شريك أو أكثر موصي وهذا لا يسأل عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حسة رأس المال المقدمة منه فقط أما الخاصية الثانية من خصائص شركة التوصية البسيطة هي عدم جواز انتقال الحصة فبما أن شركة التوصية البسيطة هي من شركات الأشخاص ومن المعلوم أن شركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي فشخصية الشريك محل الاعتبار لذلك لا يجوز لأحد الشرقاء أن يدخل على الشرقاء القدامى شريك جديد قد لا يرغبون في شراقته إما لسوء خلقه وإما لرعونته وإما لعدم ملاءته المالية أو لغير ذلك من الأسباب لذلك لا يجوز التنازل أو بيع حصة الشريك الموصي لكن هذه الخصية لا تتعلق بالنظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها فيجوز أثناء كتابة عقد الشركة أو في اتفاق لاحق أن يتفق الشرقاء فيما بينهم على جواز انتقال هذه الحصة ولكن لا يجوز الاتفاق على جواز انتقال الحصة دون قيد أو شرط وإنما يجب أن يحدد أشخاصهم إما معينين بصفاتهم وإما معينين بزواتهم يجوز انتقال الحصة لهم معينين بصفاتهم كأن يقول الشريك إذا أراد أحد الشرقاء التنازل عن الحصة فليتنازل بها لأحد أفراد أسرة القحطانيين أو العسيريين إلى غير ذلك أو يقول إذا أراد أن يتنازل عن حصته فليتنازل بها لفلان الفلاني ويحدد اسم هذا الشخص وإذا أراد أحد الشرقاء في شركة التوصية البسيطة أن يتنازل عن حصته دون أن يكون هناك مثل هذا الاتفاق فيجوز أن يتنازل عنه عن طريق ما يسمى باتفاق الرديف الذي سبق أو أن تحدثنا عنه حين الحديث عن شركة التضامن فنحيل إليها لعدم التقرار أما الخاصية التي تأتي بعد ذلك فهي صفة التاجر الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة لا يكتسب صفة التاجر لذلك لا يشترط في الشريك الموصي أن يكون كامل الأهلية لأنه لا يلتزم بالتزامات التجار كما أن مسؤوليته محدودة في حدود حصة رأس المال المقدمة منه فقط وبما أن الشريك الموصي لا يشترط فيه الأهلية فيجوز للقاصر أن يكون شريكا موصيا في شركة التوصية البسيطة كذلك يجوز للأشخاص الممنوعون من ممارسة التجارة أن يدخلوا كشركاء موصيين في شركات التوصية البسيطة أما الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة فهذا الذي يكتسب صفة التاجر والتزم بالتزامات التجار لذا يشترط فيه أن يكون كامل الأهلية بأن يكون قد بلغ سن السامنة عشر من عمره دون أن يعتريه عارض أو مانع من موانع الأهلية كالجنون والعتة والسفة والغفلة أما الخاصية التي تأتي بعد ذلك فهي اسم الشركة أو عنوان الشركة فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يدخل اسم الشريك الموصي في عنوان شركة التوصية البسيطة والعلا في ذلك أن أساس التزام الشريك المتضامن في مسؤوليته الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة والتزامتها في أمواله الخاصة هو ورود اسمه في عنوان الشركة فإذا كان هذا هو أساس المسؤولية وبما أن الشريك الموصي لا يسأل إلا في حدود حصة رأس المال المقدمة منه فقط فلا يجوز أن يرد اسمه في عنوان الشركة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا لو ورد اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة؟ في هذه الحالة نفرق ما بين أمرين إذا كان ورود اسمه في عنوان الشركة كان بعلمه ورضاء ففي هذه الحالة يسأل الشريك الموصي عن ديون الشركة والتزاماتها في أمواله الخاصة ولا تقتصر مسؤوليته على الحصة المقدمة منه فقط وما يوفيه الشريك الموصي لأداء إن الشركة يعود ويستوفيه من سائر الشرقاء الآخرين كل بحسب نصيبه أما إذا كان ورود اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة بدون علمه أو بعلمه ودون الرضاء كأن يكون قد اعترض على ورود اسمه وأشهر ذلك في الجرائد أو بأي وسيلة من الوسائل ففي مثل هذه الحالة لا يسأل الشريك الموصي عن ديون الشركة إلا في حدود حصة رأس المال المقدمة منه فقط